موسيقى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعنوين مكتب مجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة الأربعاء القادم لمنح ثقة من عدمها للحكومة الجديدة موسيقى بعد الإعلان عن التركيبة الحكومية كيف تبدو أفاق عملها وما هي انتظارات التونسين منها موسيقى تصدير أكثر من ستين ألف طن من الزيتون مع نهاية الشهر الماضي وإجراءات جديدة لتخزين زيت الزيتون موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الإخبارية تركيبة حكومية جديدة أعلن عنها المكلف بتشكيلها الياس الفخفاخة ستقدم للتصويت لصالحها أو ضدها الأربعاء القادم السادس والعشرين من فيفري الجاري ويقدر نواب مجلس الشعب أنها بين الممكن والأمر الواقع تنتظرها مهام جسيمة إعلان رئيس الحكومة المكلف إليس الفخفاخة تركيبة حكومته قطع الشك باليقين بخصوص مآلي مجلس وبالشعب واستبعد فرضية الذهاب إلى انتخابات تشريعية إضافة إلى تمكنها من إيجاد حزام سياسي يدعمها يوم التصويت في الجلسة العامة هذا وقد تم تحديد موعد الجلسة العامة في ليل اجتماع لمكتب المجلس أن يكون يوم الأربعاء هو يوم على تشكيل الحكومة الجديد على ثقة نحن ندعمين الحكومة سنذكيها رابط حفظات عندنا حولها ولكن سنمررها لأن هذه حاجة البلاد يعني هذه مصلحة البلاد يعني البلاد تحتاج إلى حكومة بالتأكيد وطال الانتظار يعني العديد من الكتل النيابية اعتبرت هذه الحكومة حكومة الممكن نظرا لما حف بها من صعوبات وتعثر على مستوى المشاورات تعكس ميزان قوى الحالي وتعكس الظروف الحالية وتعكس المشد أنا هي حاجة من ناحية موضوعية كان الحكومة الممكنة أي حكومة قيمتها ذات قررنا بش نصوطولها وبش ندعمها إلى أن يأتي ما يخذر المطاف نجحنا بش نعمل حكومة كما ذكرت ليست ربما هي أفضل حكومة ولكن حكومة الممكن المهم الآن أن تذهب هذه الحكومة مباشرة إلى العمل في ظل الصعوبات الحقيقية التي تعيشها البلاد تيار ديمقراطي نكون أو جزء من مكونات هذه التركيبة الحكومية وسنمنحها المصادقة ونمنحها ثقتنا لكن يبقى الأهم هو أننا حتى وإن كنا جزء من هذه الفريق الحكومي فإننا سنواصل المتابعة في حين انتقدت كتل نيابية أخرى هذه الحكومة ووصفتها بحكومة الأمر الواقع نعتقد أنه لم يتم حسم الخلافات ولم يتم تصفية النواية ولم يتم الاتفاق على أي شيء وإنما الجميع أخف أوراقه إلى فرصة قادمة لا نعتبر أن المشكلة قد حل وإنما قد وقع ترحيله هربا من حل البرلمان قلب تونس يأخذ قراره في هيكله معناتها بمكتب سياسي بالاستشارة مع المجلس الوطني ونعطيكم قرارنا في البرلمان مكاننا الطبيعي هو المعارضة ومعارضتنا هي تكون معارضة بناءة معارضة لتحافظ على استقرار الدولة وعلى استمرار الدولة تعدث الأراء وتنوعت مع اقتراب موعد التصويت على هذه الحكومة وهو يوم الأربعة السادس والعشرين من هذا الشهر حيث سيكون يوما حاسما بالنسبة للمشهد السياسي في تونس انتظارات التونسيين من الفريق الحكومي الجديد رصدته كاميرا الأخبار في هذا الروبرتاج وسط أزمة اقتصادية واجتماعية طلت مختلف القطاعات من المنتظر أن تبدأ الحكومة الجديدة عملها بعد نيلها الثقاء فكيف تبدو أفق عملها؟ صعيبة فطرة صعيبة صعيبة جملة من ناحية خصوصا الاقتصادية والاجتماعية أما نتصورهم معناتها تتحرك شوي باسم الأسماء اللي يعلنوها أنا متفائل نتصورهم ما يديهموش ما مش مش ينجحوشهر شهرين وتتشوف المشيكل مش مش تعد حتى قانون مش يولي ويحطوا في العجل لبعضهم وما نتصورهم مش ينجحوشه ناحية أمورهم السياسية ومصالحهم الشخصية نبقي نجمو يخطي نجمو يخطي ترجع العجلة الدور بإذن الله تخدم فاميرو تخدم خدمتها كوميرفون عندها كافة المقامات أنا تنجحوشهر التركيبة الفسيفسائية للحكومة لن تكون وفق بعض التونسيين عائقا أمام عملها فنجحها واستمراريتها هو رهين توفر عدة شروط لازم برنامج موحد يتفهموا عليه ولازم زادا يخدوا بعين الاعتبار حالة الشعب يعدوا على العرك المحاصلات الحزبية ويحطوا برنامج أولويات المواطن قدامهم عنده برنامج عمل يتقيدوا به بش يخدموا الناس وفق البرنامج هذاك فالاخر بكل بش يصلي حقه الهداف الكل الحكومة أحدها ما تخدمش أما الشعب يكون واعي يكون فاهم يكون ويخدم ونسجم بهكيك يمكن نرقر واحد وفي انتظار أن تنال الحكومة الجديدة المعلن عنها الثيقة تبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بالرد على التوقعات السلبية منها أو الإيجابية مشكلة هي بوكت فلوخ إن شاء الله يكونوا أظهر إن شاء الله بهم نشوفوا الربيع إن شاء الله يا ربي نخرجوا بالدولة للربيع أهمية الحوار وبناء الثقة بين الأطراف السياسية جميعا وتوفير أسس الاستقرار للحكومة المرتقب عرضها على مصادقة البرلماني ولتونس موضوع لقاء المكلف بتشكيل الحكومة لياس الفخفاخ أمس برؤساء الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب وقد جمعته لقاءات برئيس كتلة حركة النهضة نوردين البحيري ورئيس الكتلة الديمقراطية غازيس شوشي ورئيس كتلة تحية تونس مصفى بن أحمد ورئيس كتلة الأصلاح الوطنية حسون الناصفي ورئيس كتلة المستقبل عدنان بن إبراهيم وقد دعا الفخفاخ ضيوفه وشركائه السياسيين إلى توفير مناخا سياسيا يتيح بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل بين الأطراف كافة وتوفير الظروف المناسبة لعمل الفريق الحكومي بنسجام في تكامل مع السلطة التشريعية تعبيرا عن احتجاجهم ضد الاعتداءات المتكررة التي طالت المؤسسات التربوية والمربين الفترة الأخيرة نفذ المربون والعاملون بالمدارس الابتدائية التابعة لمندبيتي التربية تونس واحد واثنين نفذوا إضرابا حضوريا منادين بسن قانون يجرم انتهاكات حرمة المؤسسة التربوية وإطاراتها على غير عادتها خلت ساحات المدارس وقاعات درسها من التلاميذ والمدرسين بعد إعلان الهيئة الإدارية القطاعية للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بتونس عن إضراب حضوري ينفذه مدرس والتعليم الابتدائي بنحو مائة واثنتين وتسعين مؤسسة تربوية تابعة لمندبيتي التربية تونس واحد واثنين وذلك احتجاجا على الاعتداءات المتكررة على المؤسسات التربوية والعاملين بها احنا اليوم حابنا نقوله باسطة على الاعتداءات باسطة لإهانات المربي ويزم حماية للمؤسسات التربوية طلب الوحيد هو القانون للتجريم الاعتداء على المؤسسة التربوية المؤسسة نقول المؤسسة تربوية نقص بها المؤسسة كحيوت كبيبان ككذا ونقص بها زيادة المؤسسة تربوية كأعوان كمعلمين كمديرين كعملة إضراب أكد بشأنه كاتب عامل فرع الجامعي للتعليم الأساسي بتونس أنه جاء نتيجة لأكثر من ستة عشر اعتداءان طال المربيين في شهر جنف المنقذي أغلبها لفظي لكن فيها حتى ما هو بالعنف منها قضية الاعتداء على زميلتنا حتى في منزلها معناها في حسرة الزهروني الاعتداء على مدير مدرسة في سالانبو الليقاع عنده سبع غرز فيه دو سقوط عشر في المية فما قانون ساري في البلاد هو الاعتداء على موظف أثناء القيام بوظيفته يطبقون القانون هذا فقط مش أنا كنمشي نشكي وللي عنف متبادل وتمشي القضية وكأني أنا عنفته إضرابنا بيوم واحد بكافة المدارس الابتدائية التابعة لمندوبيتي التربية تونس واحد واثنين تنديدا بالاعتداءات المتكررة على الإطار التربوي أكدت معها وزارة التربية على لسان مدير عام المرحلة الابتدائية استنكارها لهذه الاعتداءات على المربين مبينة أنها تتصدى لهذه الممارسات وكانت قد دعمت عملها في هذا الإطار بحملات أمنية مشتركة مع وزارة الداخلية في محيط المؤسسات التربوية وستواصل الوزارة تصديها لهذه الظاهرة موسم جن الزيتون بلغ نسبة تقدم بـ 78% وقد تم تصدير ما يقارب 63 ألف طن حتى نهاية جانفي الماضي هذا ما أكده وزير الفلاحة سامير الطيب خلال ندوة صحفية حول موسم الزيتون هذا العام مليون وسبعمائة ألف طن كمية زيت الزيتون المقدرة لهذا العام كمية شهدت انطلاقة موسم جنيها صعوبات جم والمتمثل أساسا في انخفاض سعر الزيتون جراء تزيد العرض على المستوى العالمي ما أثر سلبا على نسق موسم جني الزيتون خاصة في جهة السفاقس صعوبات تسعى وزارة الإشراف إلى التقليص من حدتها وذلك عبر اتخاذ جملة من الإجراءات وعلى رأسها جدولة ديون الفلاحة واصحاب المعاصر وإزداء منحين لتخزين ما يناهز مئة ألف طن من زيت الزيتون اسفاقس هي المتأخرة شوي ولكن اسفاقس تقدمت مقارنة بالأيام الأخيرة طوى 7% وإن شاء الله كما قلت في الأيام القادمة والإقبال الكبير هذية على عملية الخزن البرنامج هذية إن شاء الله يخلي أنه تتحرك أكثر موسم جنيه في اسفاقس وأنا نعتبر إحنا ما زلنا في الفترة التي اختر ما هو شي كبير بارشا نجم ونقض الموسم هكذا إجراءات ترفق بأخرى متصلة أساسا بالتصدير إذ تمكنت الجهات المتدخلة في منظومة الزيتون والزيت إلى موفى الشهر الفائت من تصدير 63 ألف طن من الزيت وتعمل على بلوغ ما يصل إلى 250 ألف طن مع نهاية السنة إحنا إذن في الثلاثة الشهر هذوما كان معدل 21 ألف طن في الشهر فإذا نظر بهم في العام هذوما نتجاوز النصر 240 و250 ألف مع التأكيد أنه شهر مارس وشهر أفريبش تكونوا أشهر معناها وين عملية التصدير تتحرك أكثر نصر حتى 30 أو 32 ألف وزارة الأشراف تقوم أيضا بمجهودات أخرى ومنها البحث عن أسواق جديدة لترويج زيت الزيتون على غرار الكندا والسين واليابان والمملكة المتحدة خاصة وأن زيت الزيتون يمثل 33% من حجم الصادرات من المنتجات الفلاحية عبرت تونس مساء أمس عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابية الذي جد الأربعاء في مدينة هانو قرب فرانكفورت وسط ألمانيا والذي رحى ضحيته 11 قتيلا وتقدمت تونس وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية بخالص عبارات التعازي والمواساة لأهالي الضحايا معبرة عن تعطفها مع الشعب الألماني الصديق ومسندتها جهود جمهورية ألمانيا الاتحادية في مكافحة آفة الإرهاب للحفاظ على أمنها واستقرارها يذكر أن حادث إطلاق نار جد مساء الأربعاء بمقايين بمدينة هانوي قرب ألمانيا وأودى بحياة عدد من روادها الذين كان أغلبهم من الأكراد وفق مصادر أعلامية ألمانية أعلنت الأمم المتحدة أمس استأنفى مفاوضات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 في مدينة جناف أسويسرية بهدف التوصل إلى هدنة دائمة في ليبيا جاء ذلك في تصريح أدلا بهي المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد يومين على تعليق المفاوضات بين الفرق الليبيين وفي مستجدات الملف السوري عبرت ألمانيا وفرنسا أمس عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني في منطقة إدلب السورية وطالب بإنهاء الصراع هناك وقال متحدث ألماني أن الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون والمستشار الألمانية أنجيلا ميركل تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف خلال وجودهما في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسيل مذيفا أنهما أبلغ بوتين بأنهما يرغبان في الاجتماع به وبالرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتوصل إلى حل سياسيا قالت الحكومة اليابانية أمس أن شخصين كانوا على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبل تسواحل البلاد توفي بعد الإصابة بفيروس كورونا مضيفا أن اثنين آخرين من مسؤولي الحكومة أصيب بالعدوى من جهتها أعلنت الصين تسجيل تراجع كبير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد معتبرة أنه مؤشر لاحتواء الوابئ وذلك مقابل تزايد المخاوف الخارج إثرى وفاة الشخصين المصابين بالفيروس في اليابان وتفشي الفيروس في نطاق واسع في كوريا الجنوبية في أخبار الرياضة حقق المنتخب الوطني التونسي لأقل من عشرين عام فوزه الثاني في كأس العرب التي تستضيفها المملكة العربية السعودية إثرى فوزه بهدف دون مقابل أمام نظيره الموريتاني في ثاني جولات المسابقة ليرفع رصيده إلى ست نقاط وينفرد بصدارة مجموعته الأولى هدف الفوز أحرزه أشرف الحباسي في الدقيقة السادسة والثمانينة فيما تجمد رصيد موريتاني عند ثلاث نقاط من انتصار وحيدة واكتفى كل من العراق والكويت بنقطة من هزيمة وتعادل وبالرياضة نصل إلى ختام النشرة مشاهدين الكرام ونذكركم بعنوينها مكتب مجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة الأربعة القادم لمنح الثقة من عدمها للحكومة الجديدة بعد الأعلان عن التركيبة الحكومية كيف تبدو أفاق عملها وما هي انتظارات التونسيين منها تصدير أكثر من ستين ألف طن من الزيتون مع نهاية الشهر الماضي وإجراءات جديدة لتخزين زيت الزيتون ونشيد إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفز التونسية تحية طيبة مشاهدين الكرام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر